معي الآن لقاء مهم جداً عبر زوم مع كايو زيلار وكيل أعمال المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي مدر منتخبنا الأوليمبي من ملعب المباراة في فرنسا بعد انتهاء مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الفرنسي يا فندم مشرفني ومنورني سعيد جداً بتواجدك معي على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 أنا سعيد بالتواجد معكم هذه الليلة بالتأكيد شاهدت هذه المواجهة وبالتأكيد حزين مثلنا على خسارة منتخبنا الوطني الأوليمبي رغم أداء ومباراة كبيرة جداً سواء على مستوى الجهاز الفني بكاليد ميكالي أو اللاعبين ولكن سوء التوفيق مع نهاية المباراة أصر عن نتجاتها وبالتأكيد قوة المنتخب الفرنسي شفت المباراة إزاي كل ما يمكن أن أقوله أن كما تشاهدون المشجعين المصريين نحن نشعر بما يشعرون به نعم إنه الحظ لم يكن معنا حظ جيد في هذه المباراة وكما ترون المشجعين اللاعبون أدوا أداءاً جيداً لا يمكن أقول أنني غير سعيد بما قدموا وأيضاً الجمهور أروا هنا أرى الجمهور أيضاً سعيدون سعيدنا بلعبنا في كل الأحوال فإن الفريق المصري قدم صورة جيدة عن الكرة المصرية في هذه الأمبيات ولكن في نهاية المطفة إن الذهب هو الذهب بالتأكيد تتواصل مع ميكالي المدير الفني المنتخبنا الوطني الأولمبي قبل المباراة كان بالتأكيد لديه أمال كبيرة في الفوز بهذه المواجهة ماذا ضار بينكم قبل هذه المواجهة وماذا عن طموح ميكالي كان في هذه الأولمبيات تحديداً في هذه المواجهة كان إيجابياً وكان لديه طاقة إيجابية عن الحظوظ المصرية وكان نعم نعم طيب طيب سؤالي كمان أنت أكيد عشت الأجواء النهاردة صف لي الأجواء في المرعب خاصة أن احنا كنا أمام الشاشات نسمع هذه كثيرة وهتفات كثيرة من الجماهير الفرنسية قولي الأجواء كانت عاملة زي وانطباعات الجماهير الفرنسية عن أداء منتخب مصر في هذه المواجهة بالنسبة لأن المشجعين المصريين فإنهم فخورون بأداء الفريق المصري فخورون بأهاء الأولاد فخورون بأهاء أنهم استمروا في القتال من أجل مصر وأن تصل مصر إلى هذا المستوى في الأولمبياد للمرة الأولى في التاريخ الحديث طيب سؤالي القادم ليك يخص مستابل روجيرو ميكالي كثير من الأنباء في الإعلام المصري حول الخطوة القادمة لميكالي ميكالي أصبح له شعبية كبيرة ما بين الجماهير المصرية ونأمل دائماً وأبداً أن يبقى في كرة القدم المصرية هل تواصل مع اتحاد الكرة؟ تواصل معك اتحاد الكرة حول مستقبل ميكالي سواء مع منتخب مصر للشباب أو مع أي منتخب آخر؟ لا حتى الآن لا اتصالات تركيزنا الآن نعم على الفريق المصري وعلى الحاضر لا حديثة عن المستقبل ولا حديثة عن أي شيء خص القادمة ننتظر العودة ربما لكي نتحدث عن المستقبل الآن التركيز على المباراة المتبقية لنا وثم العودة إلى الديار ثم لكل مقام المقال طيب بعيداً عن المستقبل هل ميكالي سعيد بالتواجد في مصر سعيد في التواجد مع كرة القدم المصرية ولا يفكر بانتهاء مشواره مع كرة القدم المصرية بعد نهاية الأولمبيات أكيد ده متاح وأكيد اتكلم معك فيه كما قلت لكم هو في حالة حب مع الشعب المصري وهو سعيد جداً بهؤلاء اللاعبين سعيد جداً بأداء واجباته في مصر ولكن لا حديثة عن المستقبل لا تخمينات يمكن أن نطلبها الحديث الآن فقط عن الحاضر ولكن الحديث سوف يدر بعد أن يؤدي أفضل ما لديه وبعد أن تنتهي مهمته هنا في باريس قبل ذلك لا حديث عن المستقبل على الإطلاق اختيار محمد النيني لقائمة المنتخب الأولمبي وهو قائد رائع جداً للمنتخب الأولمبي هل المحمد النيني كان في بداية أولويات روجيرو ميكالي في اختياراته للعبين الكبار مع المنتخب الأولمبي أم جاء متأخراً؟ لا يمكنني أن أتحدث الكثير عن هذه الأمور لأنني لست معنياً بالاختيارات إذن أنا لست مؤهلاً أن أخبرك هل كان ذلك مبكراً أم متأخراً؟ هذا ليس من اختصاصي إجابة مثالية واحترافية جداً ولكن سألتك بمنطق أنك مقرب مؤكد من روجيرو ميكالي عموماً إحنا سعداء بيك جداً مشجعاً لمصر في هذه المبروة وهذه الأولمبيات نسعد بيك ونسعد بالتأكيد بروجيرو ميكالي مديراً فنية لمنتخبنا الوطني الأولمبي بشكل شخصي أبلغك أن أتمنى أن روجيرو ميكالي يكون مكمل معنا في كرة القدم المصرية مدرب كفء وكبير كل شيء ممكن ولكن الشيء الوحيد الذي نركز عليه الآن هو أن ننهي هذه المهمة بأفضل ميلادين وأن نعود بمديليا ستكون الأولى لمصر إن شاء الله كايو زيلار وكيل أعمال روجيرو ميكالي مدير منتخبنا الوطني الأولمبي بشكرك شكراً جزيلاً على هذا اللقاء من ملعب مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الفرنسي بمجرد خروجه من ملعب المباراة أجرينا معه هذا اللقاء للحديث عن مستعب الميكالي مع منتخبنا الوطني موسيقى موسيقى